السلام عليكم متابعي قناة اتشي دي فيلم الكرام احيانا تسعدنا اشياء لا قيمة لها عند البعض وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع ايلين بنت عمرها 24 سنة موظفة في سجن وبيكون واضح من تصرفاتها انها بنت خجولة وانطوائية جدا وبتخاف انها تدخل في علاقات مع الناس وامكرسة حياتها للشغل وابوها وبس وفي يوم بنشوفها وهي في شغلها وبنلاقي انها معجبة بحارس السجن ونفسها تتكلم معاه لكنها ما عندهاش الجرأة انها تعترف له بمشاعرها لانها بتخاف من فكرة الرفض وبعد الشغل بتروح ايلين تشرب حاجة وبالصدفة بتقابل زابط كان زميل ابوها وبتسلم عليه وبيسألها الزابط عن اخبار ابوها فبتتوتر ايلين وبتقوله انه كويس وبنعرف ان ابو ايلين زابط متقاعد لكنه تصب اكتئاب حاد بعد ما ساب شغله واتجه لادمان الكحول ودايما بيعمل مشاكل مع الناس وبعدها بتروح ايلين تركب عربيتها علشان تروح ولما بتوصل للبيت بتشوف ابوها بيتخانق في الشارع مع زابط فبسرعة بتنزل وبتعتذر للزابط وبتاخد ابوها وبيدخلوا البيت وبتتخانق مع ابوها بسبب المشاكل اللي بيعملها دي وبتطلب منه يقلل شرب لانه دايما بيحطها في مواقف محرجة مع الناس وهو سكران فبيفضل ابوها يعيرها لانها لسه متجوزتش وبيقارن بينها وبين اختها المتجوزة وبيطلب منها تهتم بشكلها وبلبسها وما تنساش انها انسة فطبعا بتزعل من كلامه لانه مش مقادر المجهود اللي هي بتبزله علشانه لدرجة انها ما عندهاش وقت علشان تهتم بشكلها والتاني يوم في الشغل بتشوف ايلين ست جميلة دخل السجن وبتعرف انها الدكتورة النفسية الجديدة للمساجين واسمها ريبيكا وبعد شوية الموظفين بتوعي السجن كلهم بيتجمعوا حوالين ريبيكا علشان يتعرفوا عليها فبتلاحظ ريبيكا ان ايلين وقفة بعيد عنهم ومش مندمجة معاهم فبتحب انها تتكلم معاها وبتعرفها بنفسها وبيتكون ايلين سعيدة جدا انه اخيرا حد لاحظ وجودها وكمان مهتم انه يتكلم معاها وفي نفس اليوم بينظم السجن حفلة بسيطة للمساجين بمناسبة اعياد الميلاد لكن الحفلة ما بتطولش وده لان المساجين بيتخنقوا وبيضربوا بعض وبالليل بترجع ايلين لبيتها وبيلاحظ ابوها انها مبسوطة على غير العادة فبيسألها عن السبب فبتقولوا انها تعرفت النهاردة على شخصية لطيفة جدا وبتسألوا عن يومه فبيقول لها انه كان مملكا العادة فبتطلب منه يحكي لها عن اكتر حاجة غريبة مرت عليه لما كان لسه بيشتغل في السجن فبيحكي لها ابوها انه في يوم هو وزميله ابضوا على طفل اسمه بوليك وكان متهم بقتل ابوه هو نايم والحد النهاردة محدش عارف هو عمل كده ليه وبيقول لها انه والد بوليك كان بيشتغل زابط وكان محبوب جدا من كل الناس والغريب في الموضوع ان بوليك فضل قاعد في موقع الجريمة لحد ما الشرطة ابضت عليه ومحاولش حتى انه يهرب او ينكر انه قتل ابوه وبعد تحقيق عميق اتشخص انه مريض نفسي وحطه في زنزانة خاصة وبيقول لها ان بوليك ده موجود حاليا في السجن اللي هي شغلة فيه والتاني يوم في الشغل بنشوف ايلين وهي وقفة رائب بوليك وهو في زنزانته وبيكون عندها فضول انها تستكشف شخصيته فبتروح تجيب الملف بتاعه علشان تقرأه لكنها ما بتلحقش لان ريبيك بتقطعها وبتسألها هي بتعمل ايه هنا فبتقول لها ايلين انها كانت حابة تعرف معلومات اكتر عن سجين اسمه بوليك فبتقول لها ريبيك ان حالة بوليك من اصعب واخطر الحالات اللي مرت عليها وصعب جدا ان اي حد يحل شخصيته بسهولة والتاني يوم بتوصل مامة بوليك للسجن علشان تزوره وبيكون واضح انها متوترة وخايفة من مقابلته وبنعرف ان ريبيك هي اللي كلمتها وطلبت منها تيجي تزور ابنها لان عندها امل ان زيارتها البوليك تفرق في حالته دي وبعدها بنشوف ريبيك ومامة بوليك قاعدين بيتكلموا مع بوليك لكن مش بيعدي دقايق وبتفقد مامة بوليك اعصابها وبتشتم ابنها وبتمشي وبتقنع ريبيك انها تكمل جلسة العلاج النفسي بتاعت بوليك في مكتبها وبتطلب من الحارس انه مايجيش معاها علشان بوليك ياخد راحته معاها في الكلام اما ايلن فبيبقى عندها الفضول انها تعرف ايه نوع الحديث اللي بيدور بين ريبيك وبوليك فبتخبط على باب مكتب ريبيك بحجة انها نسيت الدفتر بتاعها معاها فبتشكرها ريبيك لكنها بترفض تدخلها للمكتب وبتعرض عليها انهم يخرجوا النهار ده سوا لانه ما عندهاش اصحاب ومحتاجة تتكلم مع اي حد فبتوافق وبعد ما بتروح ايلن البيت بتجهز نفسها للخروجة وبالليل بتروح تقابل ريبيك في الحانة وبتسأل ريبيك ايلن لو هي متجوزة فبتقول لها ايلن انها ما ارتبطتش قبل كده لانها بتخاف تدخل في علاقات وتفشل فيها فبتقول لها ريبيك انهم عكس بعض تماما لانها دخلت علاقات كتير قبل كده لكنها ما كانتش بتدوم لوقت طويل وده لان هدف ريبيك في العلاقة هو انها تقضي وقت لطيف وبس ولما بتزهق من الشخص اللي هي معاه بتستبدله بواحد تاني وبتسألها ريبيك بعد كده عن قصرتها فبتقول لها ايلن انها عيش مع ابوها لوحدهم من بعد ما امها ماتت من سنين بسبب المرض فبتزعل ريبيك علشانها وبتقول لها انهم شبه بعض في حاجات كتير لانها كمان كانت يتيمة وعمها اللي رباها وبعدها بتسألها ايلن عن خطتها العلاجية مع بوليك فبتقول لها ريبيك انها تعرفت زمان على استاذ في جامعة هارفورد والاستاذ ده عمل تجربة غريبة على المساجين واكبرهم انهم ياخدوا ممنوعات علشان يعترفوا بكل المشاعر اللي جواهم والغريب ان التجربة دي نكحت على ناس كتير وده حاليا اللي هي بتخطط انها تعملوا مع بوليك وبتقول لها انها متعطفة جدا مع بوليك لانه في كتير من الاحيان فيه اطفال بيتربوا في اجواء اسرية صعبة جدا والظروف اللي حواليهم هي اللي بتكبرهم يرتكبوا الجرائم وبيبقوا هما اللي اتنين بيرقصوا مع بعض وبيكونوا مستمتعين جدا ولكن فجأة بيجي شخص شارب كتير وبيحاول يرخم عليهم انه ما عندهاش الجراء تعمل حاجة زي دي وبتكون فرحانة لانها اول مرة في حياتها يكون عندها صديقة وبعد ما بيخلصوا يومهم ريبيكا بتودع ايلن وبترجع بيتها وبتروح ايلن تشرب لوحدها كتير وبتروح تركب عربيتها وبتروح البيت لكنها بتنم في العربية قدام البيت والتاني يوم بتصحى ايلن وبتلاقي نفسها كانت نايمة في عربيتها طول الليل وبتحس بالتعب بسبب كمية الكحول اللي شربتها وبتتقيق وبعدها بتروح تخبط على شباك البيت علشان ابوها يفتح لها لكنه بيكون متضايق منها لانها كانت صهرانة برا البيت ومش بيفتح لها فبتدور ايلن على طريقة تدخل بيها لحد ما بتقدر تفتح الشباك وبتدخل البيت وبنعرف ساعتها ان ابوها خد منها المفتاح بتاع البيت والعربية وهي نايمة علشان يعاقبها فبتطلب منه يديها المفتاح لانها متأخر على الشغل لكنه بيرفض وبيتعصب عليها وبيرملها التب على الارض بيتكلم عن معاناة الفقراء والمتشردين وبيؤمرها انها تقرى الكتاب بالكامل علشان تعرف غلطتها وما تكررهاش تاني فبتعتذر على اللي هي عملته وبتوعده انها مش هتكرر الغلطة دي تاني فبيقول لها ابوها ان في ناس كتير غيرها يتمنوا يكون عندهم بيت يناموا فيه لكن هي مش مقدرة نعمل لعندها فبتتدايق ايلن لانها غلطة مش مقصودة بالرغم من ان دي اول مرة تغلط في حياتها وبتاخد منه المفاتيح وبعد شوية بتخرج ايلن تنظف العربية وبيجي لها زابط وبيقول لها ان الجيران عاملين شكوى في ابوها لانه بيخوف اطفالهم بالمسدس اللي معاه فطبعا ايلن بتتصدم ومش بتبقى عارفة تقول ايه وبتدخل للبيت مع الزابط وبياخد الزابط السلاح من ابوها وبيديل ايلن علشان تخبيه معاها وفعلا بتاخده وبتروح بالشغل ولما بتوصل مش بتلاقي ريبكا في مكتبها فبتسأل زميلها عن ريبكا فبيقول لها واحد منهم انها في اجازة بسبب اعياد الميلاد فبتزعل ايلن جدا لانها هترجع وحيدة من تاني وبتروح تقعد في مكتب ريبكا طول اليوم وبالليل بترجع ايلن للبيت ومش بتلاقي ابوها فبتدور عليه لحد ما بتلاقيه واقع على الارض بينزف فبتاخده بسرعة للمستشفى وفي الطريق بيتخيل والد ايلن ان اللي قاعد جنبه هي امراته وبيحاول يتقرب منها فبتستغرب ايلن من تصرفاته لانه دايما بيتصرف معاها بالطريقة دي وهو سكران وبعد شوية بيوصلوا للمستشفى وبيكشفوا عليه وبيقول الدكتور ل ايلن ان ابوها جرح نفسه بعد ما دخوه وقع على الارض بسبب كمية الكحول اللي شربها وبيقول لها ان الكبت بتاعه متضخم جدا وانه معرض للموت في اي لحظة لو ما حفظش على نفسه وبعدها بترجع للبيت مع ابوها وبتقوله ان الدكتور قال لها انه معرض للموت في اي لحظة وبتطلب منه يوقف شربك حل ويهتم بصحيته شوية لكن ابوها ما بيهتمش بكلامها وبيقوم يشرب وبيطلب منها انها تشرب معاهية كمان فبتضطر تسمع كلامه لانها عرفة الظروف النفسية اللي بيمر بيها وبيلاحظ ابوها انها لابسة جاكت بتاع امها فبيقول لها انه اشترى الجاكت دا الامها بعد ما خرجت من مستشفى الامراض النفسية علشان يحاول ينسيها مرضها ويفرحها وبيقول لها كمان انه كان بيحبوا امها جدا مع ان كل الناس كانوا بيقولوا انه السبب في مرضها العقلي لكن محدش منهم كان يعرف طبيعة علاقتهم علشان يحكموا عليهم والتاني يوم بنشوف ايلن نايمة في البانيو وبتتخيل انها بتضرب ابوها بالرصاص وبتتخلص من مشاكله وبتفوق فجأة على صوته وهو بيقول لها ان في واحدة اسمها ريبكا بتتصل عليها فبتخرج ايلن تكلمها بسرعة وبعد ما بيتطمنوا على بعض بتعزمها ريبكا تروح تقضي معاها اليوم وبتديها العنوان فبتوافق ايلن بسرعة وهي مبسوطة وبالليل بتروح ايلن لريبكا وبتديها هدية بمناسبة الكريسمس وبيقعدوا يدردشوا مع بعض وبتقول ريبكا برغم انها بتكره الوحدة لكنها عايشة لوحدها علشان محدش يتحكم فيها فبتقول لها ايلن انها محظوظة جدا لان اوقات كتير بتتمنى انها تعيش لوحدها وبتفضل ايلن تحكيلها عن حياتها وبعد شوية بتلاحظ ان ريبكا متوترة جدا ولما بتسألها عن السبب بتقول لها ريبكا انها عاوزة تحكيلها سر مهم لكن بتكلمها الاول عن المريض بوليك وبتقول انها شايفة انه ما فيه سبب يخليه موت ابوه وانها حاسة ان مامته متورطة في القضية وهنا بتعترف ريبكا بالسر وبتقول ل ايلن انهم مش قاعدين في بيتها لكنهم دلوقت في شقة بوليك وانها هجمت على مامة بوليك وربطتها في البدروم بالشقة علشان تهرب لكن ريبكا بتوقفها وبتطلب منها تهدى وتسمعها وبتقول لها ان بوليك اعترف لها ان ابوه كان بيدايقه وان امه كانت عارفة الموضوع ده وما حاولتش تمنع جوزها وعلشان كده قررت ريبكا انها تزور مامة بوليك وحكت لها على اللي ابنها قاله لكن مامة بوليك فقدت اعصابها وهجمت عليها وكانت هتقتلها فما كانش في حل قدامها غير انها تحقنها بمخدر وتربطها وتنزلها في البدروم لحد ما تعرف هتتصرف ازاي معاها ولما بتسمع ايلن الكلام ده بتتعطف مع ريبكا وبتسألها هي ممكن تساعدها ازاي فريبكا بتقول لها انهم لازم يكبروا مامة بوليك انها تعترف قدامهم باللي هي عملته فبتجيب ايلن مسدس ابوها من العربية علشان لو احتجوه وبعدها بينزلوا هما الاتنين للبدروم وبتقرب ريبكا من مامة بوليك وبتطلب منها بكل هدوء انها تعترف لانها عاوزة تساعدها هي وابنها وبتوعدها انها مش هتئذيها لكن مامة بوليك بترفض الاعتراف وبتفضل تشتم فيها وبتهددها انها هتدخلها السجن فبتضطر ايلن انها تتدخل وبتقول لامة بوليك انهم ممكن يقتلوها ويسيبوا جسمها يتعفن في البدروم ومحدش هيقدر يوصل لها لكن مامة بوليك بتقول لها انها مش خايفة منها وبتفضل تعيرها بابوها وانه راجل مدمن وفاشل فبترفع ايلن السلاح عليها وبتهددها انها هتقتلها لو ما اعترفتش فورا فطبعا مامة بوليك بتخاف وبتقرر تعترف لهم بالحقيقة وبتقول لهم انها بعد ما خلفت بوليك بسنين بسيطة لحظت ان جزها كان دايما بيسيب السرير بالليل وبيروح لقوضة ابنهم في البداية كانت فاكرة انه بيروح علشان يغطي او يطمن عليه وكانت مبسوطة من اهتمامه بيه لحد ما في يوم اكتشفت انه بيعتدي عليه فخافت وقتها انها تتكلم وتقول لأي حد لانها عارفة ان جزها محبوب ومحدش هيصدقها داغل انها ما كانتش عاوزة تسوى سمعت جزها وكانت عاوزة تحافظ على ابنها وكانت شايفة ان احسن حل انها تسكت وما تعملش حاجة ولما بتسمع ايلين الكلام ده ما بتقدرش تسيطر على غضابها وبتضربها بالنر في كتفها فام بوليك بتفضل تسرخ بصوت عالي فبسرعة ايلين وريبيكا بيحط لها ادوية مخدرة في بقها وبيفضلوا كاتمين نفسها لحد ما بتموت ولما بتستوعب ريبيكا اللي هم عملوه بتنهار من العياض وبتسأل ايلين هي اللي ضربتها بالنار فبتعيط ايلين وبتقول لها انها ما كانش قصدها وانها انفعلت بسبب كلامها عن ابنها وبتقول لها ما تقلقش لانها عندها خطة والخطة هي انهم يخدوا الجثة على بيت ايلين ويسيبوا المسدس جنب ابوها علشان يلف قول التهمة فبتستغرب ريبيكا ان ايلين مستعدة تضحب ابوها بالسهولة دي ما خلاها تعاني في حياتها كلها وبيتفقوا سوى انهم يهربوا لنيويورك بعد ما يخلصوا مهمتهم وبيروحوا بعد كده هما الاتنين ينقلوا الجثة في العربية وبتقول ريبيكا الايلين انها لازم ترجع بيت بوليك علشان تخفي كل ادلة الجريمة وبتطلب منها تودي الجثة لبيتها وبتوعدها انها هترجع لها اول ما تخلص فبتاخد ايلين بعضها وبتروح على البيت وبعد ما بتوصل لبيتها بتركن العربية اللي فيها الجثة قدام البيت وبتدخل البيت وبتاخد كل فلوسها علشان تستعد للهروب مع ريبيكا وبتفضل مستنية ريبيكا وقت طويل لكنها ما بتظهرش فبتستوعب ايلين انها هربت لوحدها ومش هترجع وعلشان كده بتقرر ايلين انها تغير الخطة وبتاخد العربية وبتركن في مكان بعيد وسط الغابة لانه ما بقاش في حاجة تستدعي انها تضحب ابوها علشانها وبعدها بتطلع على الطريق السريع وبتوقف عربية وبتركب مع السواء وبتهرب من المدينة دي علشان تهيش حياة جديدة من غير ضغوطات وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم